بعد اخلاء سبيله من قبل النيابة العامة ابدى المغرد حمد العليان استغرابه من التهمة التي احتجز على اثرها وهي المساس بالذات الاميرية مشددا على عظيم الاحترام والتقدير للمقام السامي ومؤكدا ان التعرض للذات الاميرية ليس من شيم ابناء الكويت وقال العليان للراي ان اساليب الترهيب والملاحقة التي تنتهجها الاجهزة الامنية بحق المغردين تستهدف تكميم الافواه والتضييق على الحريات مضيفا ان هذه الاساليب لن تجزي نفعا استغربت ان توجه لي تهمة مثل تهمة المساس بالذات الاميرية على التغريدة التي نسبت الي التغريدة كانت جدا طبيعية جدا عادية كلام كان موجه الى المدرسين والطلبة لم يكن فيه تطرق الى سمو الامير بل بالعكس كانت يعني واقع الامر هم ارادوا ان يفهمون الرسالة بهذا الشكل الخاطئ ولكن حقيقة الامر هي الرسالة كانت تؤكد على احترام من سمو الامير تؤكد على احترام رغباته كان يعني طبعا معيال الكويت وهذا اكدت همام النيابة معيال الكويت اللي يغلطون او اللي يطاولون على سمو الامير واضح ان الحكومة وان الاجهزة الامنية اصبح مقلق بالنسبة لهم السقف الحرية الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وغيرها ما في طريقة يعني لاخفاض هذا السقف الا عن طريق تخويف المغردين متابعتهم ملاحقتهم بالنهاية احنا عارفينه نكتب عارفين حدودنا عارفين نكتب يعني نكتب وفق الاسس قانونية ما انت طاول ما انت جاوز ولكن ما في حل الا هذه الملاحقات وهذه التخويف وهذا الاستدعاء مرة تلو الأخرى انا حب اوصل رسالة ان هذه الملاحقات وهذه التضييقات على المغردين وغيرهم ما هو الحل ولا يمكن ان يكون حل الشعب الكويتي شعب واعي وشعب مثقف هو بالاساس ما يرضى في الغلط ولا يرضى على التطاول على الثوابت اللي جبل عليها المجتمع الكويتي